مشاهدين في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية بنتواصل معكم على الهواء بشارة وفقرتنا القادمة في إطار احتفالنا بيوم شام النسيم أو عيد شام النسيم كما يحروا المصريين لاحتفال به في ظل أجواء احتفالية بالعديد من العياد عيد القيامة المجيد ولذلنا مع شهر رمضان الكريم أيام خليلة تفصلنا عن عيد الفطرة المبارك ومن ثم في وسط هذه الأعياد بيأتي عيد شام النسيم اللي ارتبط بحياة المصريين قديما ووصل للمصريين حديثا على ضفاف نهر النيل وتحديدا من ممشى أهل مصر هنحتفل معاكم بالأنغام وأنغام على العود وصوت جميل حنسعد به من خلال العديد من الأغنيات اللي حنسعد بيها وانتبعها من خلال لقاءنا مع الفنان وعازف العود أحمد خاطر أهلا بك يا أحمد أهلا وسهلا بحضرتك كل سواعك طيب بحضرتك طيب والشعب المصري بخير يا رب دايما ودايما المصري بخير يا رب أول مرة تحتفل الشام النسيمة عن نيل كده لا هي مش أول مرة الصراحة يعاني مش أول مرة تبقى الصبح قرب من المايك نحنا كنا سكنين بحضل نيل فدايما إحنا وكنا مرتبطين بي فشام النسيم بالذات لازم نروح لنادي يبقى على نيل والنوايد كتير كنا دايما بنتجمع بحضلنا كأوسع وتغني هناك با وتعزيف هناك فها مش أول مرة وتأكل في السيخ هناك منوا ممنوع ممنوعة ممنوعة بيبقى ممنوعة في النوادي طيب عاما بتاكلش فسيخ يعني بيأثر على الصوت مثلا ولا ولا انت عشان بعيدا بقى ممنوعة انا باكل رنجة كويس اوي رنجة يعني في كتير او بيستعيدوا عن الفسيخ بالرنجة انا بحب الرنجة صراحة لكن يعني الفسيخ يعني بيأكل فسيخ يعني والدتي و أخواتي كلهم بيحبوا الفسيخ انا و والدي بنحب الرنجة بس طب انت شايف فعلا ان عيد شام النسيم المصريين بيحتفلوا بيه زي يعني بيخرجوا كده ولا الاحتفال اتغير بما انك يعني بتبقى متابع الاحتفالات دي بتبقى بتتواجد بينهم يعني يعني بيبقى انطلاق فعلا وفي يوم كده ليه طبيعة خاصة اه جدا جدا هو يوم بالنسبة لنا يعني يوم مميز جدا ومبسط بيه جدا وبنستمتع بيه ممكن يكون كورونا بس شوية هي اللي قللت الموضوع شوية لكن احنا طول عمرنا لأ طول يعني اليوم ده أنا بحس انه هو من صغري لحد دلوقتي مميز جدا وليه فرحة خاصة ليه أغنيات خاصة برده؟ ليه أغنيات أحلى حاجة نفتكرها وهي طبعا مش معايا ساعد غنان ساعد حسني الدنيا الربيع دي من أجمل الحاجات اللي أنا شخصين بحبها جدا يعني الصلاح جاهين وكمال الطويل وساعد حسني طب حمسة نحن والله أنا بغني منو أنا عندي سبع سنين يعني منو أنا عندي ثمان سنين ودرست بقى ولا لازلت مع الموهبة بقى؟ لا درست يعني دخلت أكاديمية الفنون مع هذا الموسيقى العربية ودرست ببيت العود ببيت العود العربي مع أستاذ نصير شامة وغنيت معاه كان متبنيني فترة من الفترات بس وأنا كنت عاوز أقول إن أنا مش سامع نفسي كويس فعشان كده يعني مش سامع نفسي كويس صراحة فالمايك بتاع العود بس إحنا سامعينك كويس يعني يعني أنا يعني وصل مكان مفتوح شوية يعني حنتوائم شوية مع الأجواء بس هو الوصيل اللي دلوقتي بيتقلن ما شاء الله أمور ماشا جميلة يعني فأنت تعلمت العود من نصير شامة يعني القوامة الكبيرة جدا في عالم العود يعني آه طبعا أنا تعلمت في الأول في المعهد في المعهد معهد موسيقى العربية وبعدين أعدت فترة مع أستاذ نصير شامة هو تبناني كغنى في البداية يعني غنيت معاه في احتفالية الثورة غنيت معاه سولو كان من أجمل حاجات اللي أنا غنيتها معايا يعني وعدت فترة معايا ومازلت موجود في بيت العود يعني لسه عامل حفلة من حوالي سنة في بيت العود معروف إن العود آلة هي آلة جيد آلة رئيسية يعني هي ولكن هل تعلمها صعب مقاماتها صعبة يعني ولا بالعكس يعني حبتها هتلاقي الأمور سهلة يعني هو لازم في البداية خالص لازم يكون فيه موهبة يعني الموهبة هي الأساس آه يعني الموهبة ما أنا هتعلم العصف لا يعني هتتعلم هتاخد وقت كبير جدا عشان تتعلم ممكن تتعلم نوتا ولكن إحساس العازف إحنا بنتكلم يعني كبروفيشنال أو كمحترف هتاخد وقت كبير جدا العلم الموسيقى من أصعب العلوم فعلا لأنه مبني على الموهبة يعني مهما عادت تتدي من تتدي لنفسك من علم من مذاكرة من عدد ساعات في المذاكرة على قلتك وإنت ما عندكش الموهبة مش هتدي حاجة مش هتطلع حاجة عكس أي علم تاني يجي بالمجهود ويجي بالإسرار ويجي بالتدريب لكن الموسيقى ومسك الجانبين الجانب المادي والجانب المعنوي الجانب المعنوي إنك أنت تكون موهوب ربنا وهبك بأوزن موسيقية بصوت حلو بإحساس بالموسيقى مختلف والجانب المادي إنك أنت لازم تتضرب أكتر من ست ساعات أو ثمان ساعات في اليوم إذا كنت بتعزف أهل يعني طب إحنا نريد أن نسمع عصف يعني في حاجة ممكن تسمعنا عصف مثلا نعم يعني على مقطوعة برضو ولا حاجة من مؤلفاتك أنت أم أنا كنت عملت حاجة لقرات المحور بس مش مزيكة بس قرب المايك بس ونبتدي هي عصفة بس فضل موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة